وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل في مختلف مشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة مع تطوير برامج التصويق وحزم التمويل الخاصة بالوحدات السكنية وذلك بهدف إتاحة المزيد منها لكافة الشرائح من المواطنين جاء ذلك خلال اجتماع لسيد الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الإسكان وأوضح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل في مختلف مشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة مع تطوير برامج التسويق وحزم التمويل الخاصة بالوحدات السكنية بهدف إتاحة المزيد منها لكافة الشرائح من المواطنين وقد شهد الاجتماع استعرض موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة خاصة موقف أعمال التنصيق العام بالحي الحكومي وكذلك الإنشاءات الجارية بالطرق والمداخل الرئيسية للعاصمة ومنطقة حي المال والأعمال فضلا عن أعمال تنصيق الميادين والمحاور والعمل في منطقة النهر الأخضر كما عرض السيد وزير الإسكان سير العمل بمدينة العالمين الجديدة وما تضمه من مشروعات مثل المدينة التراثية والحي اللاتيني بل إضافة إلى عرض الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمدينة المنصورة الجديدة كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات العمل في مشروع التجل الأعظم فوق أرض السلام بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين بكافة مكونات الفندقية والسياحية والخدمية حيث وجه السيد الرئيس ببذل كافة الجهود لتقديم تلك البقعة المقدسة من أرض مصر للإنسانية ولجميع الزائرين من أنحاء العالم على النحو الأمثل تقديرا لقيمتها الروحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة كما تابع السيد الرئيس كذلك تطوير منطقة القاهرة التاريخية والذي يهدف لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة بما فيها عملية التطوير الجارية في صور مجرى العيون وكذا تطوير مسجدي عمر بن العاص والسيدة رقية فضلا عن جهود تطوير القاهرة الخديوية لجعلها منطقة جذب سياحي وطرفهي وثقافي لسيما رفع كفاءة الميادين الرئيسية والمباني وتطوير حديقة الأسبكية التراثية إلى جانب تطوير منطقة مثلث ماسبيرو كما عرض الدكتور عاصم الجزار خطط وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة لترح وحدات سكنية وإدارية وتجارية متنوعة للمصريين بالخارج بالإضافة إلى استعراض جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشأن بلورة برامج جديدة لتوفير وحدات سكنية للإيجار في المشروعات السكنية الجديدة